هنا نقف عنده نقطة في منتهى الأهمية بالنسبة ليه النادي الأهلي النهاردة عنده مهاجم فرنسي اسمه أنتوني مودست بيسجل لأول مرة في الدوري بعد تقريبا حوالي 250 ديام وشاركات سواء متقطعة أو أساسي النهاردة بيسجل طيب مودست عنده مشكلة أنا هبقى واضح وصريح تمام مودست عنده مشكلة هتقول يا صلو ما هو بدأ هو هقولك ما هو الأهلي برضو جايب مهاجم من دورتوموند مهاجم فرنسي مهاجم بلعب الدول الألماني فأنت عايز بسم الله الرحمن الرحيم الراجل ده ينزل يطلع نار من بقه يجيب هاترك بقى كل مباراة مكسر الدنيا وكرة في العرضة وكرة في الجول يعني فاهم ما تبقاش مستني وكأنك جايب لعب ناشئ بتقول إيه أصبر عليه الراجل عنده 35 سنة يعني الصبر عليه أصلا مش موجود انت عايز في 35 سنة ده يديك أقصى حاجة عنده فمودست عنده مشاكل طيب ده معناه إيه معناه ودي تبقى لمعلومة أيوة مؤكد الأهلي يبحث عن مهاجم جديد مهاجم بقى مع مودست مهاجم تحت السن ويلعب أجنابي كمان ما في الأهلي مهاجم بدل مودست في يناير كده كده الأهلي بيشتغل على ده عنده فريق سكاوتينج اللي بيقوده الكابتن هاني رامزي عنده فريق التعاقدات وتسويق اللي بيعمير توفيق بيشتغل على القصة دي كده كده بيبص على مهاجم آخر ليه ما انت بص لما تيجي تبص برضو على مهاجمين النادي الأهلي دلوقتي في أزمة مودست ويعني لما بيجيب جول بنقول ها بدأ يطلع وماش بس بدأ دي كلمة بدأ أصلا خطر وغريبة على مهاجم زي ما تقولكم جاي من الدول الألماني جاي من دورتموند فعنده مشكلة في مودست كاربا لسه موقوف صراح محسن مستبعد النهاردة ويبدو أنه دخل في مشكلة ما أو يعني مرسي كرة بدأ يستبعده من حساباته مثلا فالأهلي حرفيا حرفيا دلوقتي بلا مهاجم أقولها إزاي يفتح النفس بلا مهاجم يعني يبقى مهاجم قوي جدا وهداف ومكسر الدنيا كاربا في الفترات اللي بيارع فيها بيأدي وبيسجل وبيطلع شكله معقول بس برضو الأهلي كان بيبحث عن مهاجم عشان ما كانش عنده اقتناعة تام بفكرة أنه كاربا ومحمد شريف مهاجمين في النادي الأهلي أو الأسيين ده عايز مهاجم أفضل كمان فأنت دلوقتي بقيت عملت عد هو كهرباء هيرجع عامتنا من الأقاف صح أنت كمشجع للأهلي مودست مش مقنع لسه 100% صلاح محسن بعيد أنت عندك أزمة هجومية كبيرة طيب دي جزء أو ده جزء الجزء التاني لو تفتكر الموسم الماضي لما كنا نتحدث عن النادي الأهلي ونتحدث تحديدا عن مارسل كولر ترجمة نانسي قنقر